سمار أولا فقراتنا لليوم رح نبدأها مع المبادرات الإنسانية كيدا ولأنه ما بيصير يموت حدا لمجرد أنه ما في طبيب وعلى أن الظروف اللي نحط فيها كانت مفروضة عليه وظروف خارجي كليا عن إيراته وبهذا الوقت بيكون هو أمام موقف ما بيقدر هو يتصرف فيه أو بدقيقة صدمة ما بيقدر يتصرف فيه أطلقت ميدوز المنصة الطبية السورية خطوط الاستجابة الطارئة خلال أزمة الحرائق يلي صارت من الفترة الماضية وما زال الدعم مستمر أكيد لنتعرف أكثر على دور أيضا قدموا أطباء المنصة بسرنا الرحب بالدكتور أحمد محمد مؤسس المنصة الصحية والدكتورة رهف سليمان طالب الطب وأيضا من مؤسسي المنصة لمنصة الصحة السورية يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم صباح الفل يا أهلا يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بالبداية دكتور خلينا نتعرف أكثر على دوركم أثناء الحرائق صباحكم وأهلا وقت بلشت الحرائق من عدة أيام هي كان حدث طارئ فكان بيستوجب هذا الحدث طارئ استجابة طارئة بتماسله بالسرعة ويفترض كان تماسله بالشدة كان كبير فكان يفترض نعمل شي متل ما ما تمننا يكون كبير الحمد لله صار نحن وقت بلشت الحرائق أخذنا على عاطقنا نلاقي حل ضمن حدود قدراتنا كان أول شي ممكن يكون حل هو إطفاء الحرائق ولكن كان هذا الأمر بعيد عننا كأفراد هو كان يمكن بإيد ربانية موضوع إطفاء الحرائق فكان خارج عن إرادتنا فتوجهنا للحل الثاني وقت نحن نشوف أن الحرائق قدت لخروج الناس من منازلة يمكننا أن نقول صارت بحاجة لمكان ثاني تقويل بينما دخلوا هذه الحرائق بهاي اللحظة أخذنا قرار بأنه نعمل تشبيك كبير ما بين الناس اللي طلعت من بيوتها وبين الناس اللي قادرة تقدم مكان سكن لهذول الناس أطلقنا فورا استجابة طريقة طلبنا من كل السوريين بكل الموجودين بكل المحافظات المستعدين على أنه يقدموا منزل يقدموا غرفة يخبرونا بمكان سكنهم قدرين على استيعاب أعداد هذول أعداد صارت وصلنا نعملها بيانات بنفس الوقت خصصنا أرقام للناس اللي كانت مضطرة أنها تطلع من بيوتها لمكان ثاني وصلنا نعمل تشبيك ما بين الطرف الأولي اللي هنه نقدموا بيوته وبين الناس اللي طلعت وصارت بحاجة منزل يقوية بنفس الوقت الحمد لله رب العالمين لقينا عدد كبير كان من الناس وفعلا كانت استجابة يعني من كل الناس من سوريا حتى برا سوريا في عالم كانوا برا سوريا عندهم بيوت بسوريا تواصلوا معنا قلنا بيوت بالمكان الفلاني ورقمنا كذا بتقدروا دغري تواصلوا مع حدا يفوت جواته ومن كل المحافظات مضى المحافظة ما قالت أنه الناس اللي فيها أنه نحنا مستعدين نستقبل يعني عدد هائل جدا ناس قالت أنه أنا عندي شالة بتقدروا تأخذوها ناس قالت عندي بيت أحيانا في ناس قالت أنه أنا أنا طالب قاعد بغرفة بقدر استقبل طالب تاني معي فهو كان موضوع إنساني وفعلا كانت الاستجابة بصراحة كانت مشرفة من الناس يعني وهذا الشي تعودنا من شعبنا دائما النقطة الثانية اللي صارت بنفس الوقت هي كانت أحداث متسارعة وخاطفة وفعلا كانت بحاجة لأحداث بتشابها كمان تكون كتير سريعة لحتى نقدر نلاقي حل هذول الأمور الشي الثاني اللي صار هو كان في ناس عالقين بالحرائع وكان مضطر حدا يطلعون بس هنا ما بيعرفوا لوين يتوجهوا يمكن كل شخص في هنا بيعرف سيارة برا المحافظة ما أكتر من هيك نحنا فورا أطلقنا خطوط ساخنة لهذا الموضوع خطوط إخلاء هذا خط الإخلاء الحمد لله يعني خلال ساعات وصل لأكتر من مليون شخص أي شخص كان عالق جوه هاي المناطق كان يتواصل معنا نحنا أطلقنا مرة تانية استجابة الأشخاص اللي عندهم وسائة نقل موتور سيارة أي أن يكون قادر يتحرك فيها كمان يتواصل معنا عملنا داتا من هذول الأشخاص كان داتا سريعة جدا يعني لأنه الموضوع كان كتير سريع فرجعنا عملنا تشبيك بين كل شخص حابب بده يطلع من مكانه أو كان عالق وبين شخص ثاني عنده سيارة يروح يأخليهم من المنطقة والحمد لله رب العالمين بين 300 إلى 400 شخص طلعناهم من هذول المناطق انضاف لهذا الأمر خلال ساعات أنه بلشت تظهر وفيات بالإضافة لحالات اختناق من إثر الاحتراق وكتير من الناس بهديك اللحظة هي ما عندها قدرة تتصرف صح لأنه بصراحة هو بحاجة أسعاف طبي وليس كل الناس عندها هاي المعلومات الطبية اللي ممكن تكون بدها خبرة نحنا قلنا نفس بداية الفريق بلش نحنا فرينا بحادثة إنسانية من حدا مات لأنه ما كان في طبيب ينصحه ورجع تكرر الموقف بعد ثلاثة سنين بنفسي الحادثة فنحنا فورا أطلقنا كمان خطوط استجابة طارئة الأشخاص يلي كانوا مجموعة فريق من الأطباء يلي كانوا جاهدين يستقبلوا أي استفسار من أي حدا بأي منطقة بالإضافة لمسعفين أوليين يطلعوا لهذه المنطقة في حال ارتقى الأطباء أنه هنم بحاجة أسعاف بالإضافة شبكناهم مع السيارات اللي كنا قولوا يأخذين بياناتها مشان نقلهم للمشفى في حال يحتاج الأمر وهيك استمر من أول الحرائق حتى يوم أعلنت الحكومة أنه انتهت الحرائق كتير يعني نحنا أيضا متعودين على أخلاق السوريين العالية والهمم يعني بكافة الظروف اللي نحنا عشناها سواء كانت حرب أو حاليا الظروف الخارجة عن الإرادة أو ممكن تكون أيضا مفتعلة ولكن دائما نحنا كسوريين في لهفة على بعض وأيضا مثل مبادراتكم أيضا مشكورة جدا يعني خاصة بإسعاف هذا العمل الإنساني لا يقدر بثمان رح نرجع لحضرتك دكتورة رهاق ونحكي أكتر عن الفريق المتكامل اللي كان على أتم استعداد للخروج للإسعافات الأولية مثل ما بنعرف في شروط معينة للإسعافات مثل ما حكى الدكتور ممكن اللي بيعرفها أو بتصرفها بالمنزل بس أنا في حال الحرائق حص الملابس مخلع الملابس في شغلات تانية لازم تصير وخاصة الأطفال يعني الموجودين والأطفال أكثر يعني خلينا نقول تعرض كون الاختناق عندنا سريع خلينا نحكي عن الآلية اللي اشتغلتوا فيها هلا من قبل موضوع الحرائق فيه بالفريق قسم استجابة سريعة من التواصل عبر الفيسبوك أو منصاتنا بشكل تلقائي ودائم يعني بصراحة كان زاد الاستعداد بفترة الحرائق وكان على 24 ساعة نحن جاهزين لاستقبال أسئلت الناس إنه كيف شو الخطوة اللي لازم ساوية لأنها فعلا خطوة واحدة اللي تنقذ روح يعني خطوة واحدة مثلا أثناء الاختناق أنه أنا مثلا خليه يكون مو بمكان عالي أن يسكر المكان اللي عم يدخل منه الدخان أو أن يحط له قماشة عليها مي لحتى خليه يرجع ياخد نفس يعني هي خطوة واحدة بس يمكن بوقت فيه ناس ما عنده إدراك إلها أو أنه ناس يعني بالسرعة ما بتقدر تساويها فالفكرة كانت أنه هنا نتواصل ومعنى نحن نعطي هاي الإسعافات الأولية بالبداية يمكن كان خطوط الفريق الموجودة أصلا هي كافية بعدين مع اشتداد الحرائق وازدياد الحالات وفعلا يعني كان عم توصل اتصالات كتير مؤثرة وأنه بتحس إنه لازم يكون في شيء أكتر من هيك أطلق الفريق مثل ما حكت الدكتور أحمد خمس خطوط ساخنة عمدى 24 ساعة كانت موجودة أي حدا يتصيل أطباء من لنعطي الإسعاف الأولي اللي بيقدر الشخص يقوم فيه إذا ما قدر فيه حدا يروح لعنده ياخد معه الإسعاف الأولي طبعا توزعته على المحافظات أكيد فيه أصلا أعضاء للفريق متوازعين بالمحافظات وكان فيه متطوعين مشكورين كتير هنه اللي نقلوهم بالسيارات مثلا هنه فيه منهم قاموا بالإسعاف الأولي المطلوب ضمن البيت يعني ما بنقدر نخلي الشخص يساويه بده أشخاص مختصين وإذا كان كمان العمل بيتطلب إنه نحن نقله على مشفى أو على مركز صحي كان فيه سيارات متواجدة لهذا الأمر أكيدا هنبقى بهذا الموضوع خلينا نحكي عن الإسعاف يعني كتير من الأشخاص اتصلوا فيكن وكتير أنا كنت عم تابعكن فأكتر حالة أثرت فيني الطفل حمزة وقت اتصل فيكن وهو خايف عم بيقلكون إنه بده إسعاف أبو رايح يتفي الحرايا بالإضافة إلى أمه عم تختنق وهي حامل وقدرتوا أنتو تعطوه تعليمات بسيطة أنو يحط البشكيره في أمي على وش أمه وعلى وشه لبينما أنتو تتواصلوا الحمد لله يعني طلق حمزة وعيلتو بخير وصحة بسببكن كمان بجهودكن خلينا نحكي أنا هاي الحالة مثلا أنا كسورية كتير أثرت فيني خلينا نحكي عن حالة أثرت فيك دكتور عن اتصال طارق صار معكن خلينا نحكي عن هذا الموضوع هلا أنا بالنسبة إلي كنت الخط اللي كنت أنا مستلموه هو كان خط المساعدات الإنسانية اللي هو كان بيشمل بداية كان المنازل بعدين كان بيشمل التبرعات لهدول أشخاص متضررين من الحرائق لأنه هي المرحلة الأهم هي مو مرحلة الحريقية المرحلة اللي بتجي بعدها هم كيبنا نساعد الناس ليتجاوزوا الأزمة اللي بعدها وقته إيجانا التواصل كان على الواتساب نحنا الرقم خاصصينه كان من شخص قال إنه أنا وضعي المادي سيئ ولكن بدي أقدم خمسة آلاف لأرى ياري تقبلوها مني هو يمكن المبلغ يكون مبلغ بسيط بس هو بالنسبة إلنا كان بيمثل كنوز الدنيا كلها يعني هو شخص عم يتبرع بكل شي بيملكه لشخص ثاني هو ما بيعرف مين هو بالأصل صحيح هو كان شي بيفرحنا ثقة الناس فينا وأساس نجاح هذا الموضوع كله هو ثقة الناس وإيمانهم فينا هذا الشي منشكره يعني هو فضل للناس مو لألنا ناس اللي هي ساعدت هي أصحاب الفضل نحنا دورنا كان كتير بسيط مقارنة تم دور الناس الكبير يعني صاحب السيارة اللي تبرع بجاهده والبنزين تابعه رغم أنه خلص بمرحلة محددة كان هو صاحب الفضل أساسي الناس اللي ساعدتنا بوصول المنشورات لمليون شخص خلال ساعات قليلة هي كان صاحبة الفضل هدول أشخاص اللي ساهموا بالتبرعات لمساعدة الناس هنون بيعرفوا أنهم سوريين بيعرفوا أنهم مضوذرين بس ما بيعرفوا أمين هو عم ساعد حدا ما بيعرف مين هو فهذا كان شي بيفرحنا الشغلات اللي كانت تأثر فينا دائما هي عبارة الناس أنه نحنا عم نتوجه لكم لو نحنا بنسق فيكم تمام هذا الشي كان يأثر فينا بصراحة فكرة ثقة الناس فيك هو الشي بيعطيك دافع دائما وبيحملك مسؤولية كبيرة أكيد أكيد دكتور يعني يمكن كلام كان مؤثر وخاصة من أشخاص يعني عم تعطي كل شي بتملكه يمكن مساعدة صغيرة يمكن لقيتها قد الدنيا وأكيد هي موقف جدا مؤثر لأشخاص وضعوا المادي سيء ومع هذا الشي هنين بيعطوا هدول الأشخاص يعني هيدا الأخلاق اللي نحنا فينا نحكي على الأخلاق العالية اللي فينا نحكي عنا دكتور وأكيد الجهود هي متضافرة ومتكاملة بينكم وبين العالم لا يقل أكيد الجهود لا تقل جهودكم عن جهودهم ولكن كملتوا بعض رها فيحكي لنا عن الفريق بشكل عام كيف كان الحماس للإنقاذ لا دائما العطاء هو بس العطاء مو بس هو مادية العطاء هو معنوي العطاء هو من القلب خلينا نحكي عن الفريق بشكل عام أنت بس تقولي كلمة أنه فريق تطوعي فأنا ما بقدر اطلب من حدا الشي بشكل إجباري أو أنه هو ما حدا عم يعمل شي رغما عنه فالفكرة الأساسية أنه أي شي عم يطلع عم يطلع بحبه وعم تنحط كامل الطاقة لأنه أنت بدك هاي بالحالة الطبيعية بدون ما يكون فيه مثلا كوارث أو حرائق فبهذا الظرف كان لسا الاستجابة الإنسانية أعلى بكتير توزع بصراحة الفريق ما وفر جهد أبداً اللي كان الكتروني وإن كان لوجستي وإن كان المتطوعين اللي تعاونوا معنا يعني ما بعرف كيف بدي أوصف هاي يعني كان حرفياً ثلاثة أيام نشغل متواصل 24 ساعة عم نتواصل مع الناس والناس عم نتواصل معنا لنقدر نأمن التبرعات ونوصل المساعدة لأكبر عدد ممكن ما بقدر سمي حدا أو ما بقدر استثني حدا من هاي الجهد لأنه كان كل الفريق مثل خليص النحل عم يشتغل بهاي الفترة حرفياً يعني أكيد أكيد أنتو من فريق بلشتوا من الصفر بعدين صرتوا منصة طبية سورية وبأول الكوارث أنتو أول الموجودين دائماً وأول متواجدين خلينا نحكي حكينا عن الحراية وشو عملتوا إنجازات كتير كبيرة وقد ما حكينا وتشكرناكم حيكون شي قليل خلينا نحكي عن قصتكم مع الكورونا عن الحملة الكبيرة كمان اللي عملتوها وكيف كان تفاعلكم مع العالم وتفاعل العالم معكم بداية شكراً يعني نحنا دائماً جهدنا هو بضل جهد صغير قدام جهودكم وجهود المجتمع اللي هو العنصر الأساسي بنجاحنا دائماً نحنا دعمنا الأول والوحيد هو محبة الناس إلنا فقط لا غير لو لا هاي القصة نحنا ما بقدر نعمل شي بما يخص كورونا كورونا هو كان حدث مستجد عمنا بسوريا مثل باقي دول العالم فكان يفترض يكون في استجابة خاصة إلو هلأ منصتنا بشكل عام جوة سوريا وبشفافية هي المنصة بحقول هي من المنصات الأولى يلي مهتمة بالشأن الطبي وبشكل دقيق وقريب من الناس يعني نحنا وقت بلشنا نحكي عن كورونا والواقع موجود يعني كانوا الناس لساتهم ما سمعانين في غير بصين وقتا بلشنا نرصد المقالات نحنا جوه الفريق في عنا حوالي أربعين خلية في خلية منه اسمها خليط الرصد يلي هي بتجمع الأخبار الطبية من كل مواقع الطبية بالعالم الموثوقة الأجنبية تمام وبالترجمة للصيغة العربية طبعاً بتمر بعدة مراحل بين الترجمة والتدقيق وبعدين تحويلها للغة البسيطة اللي بتوصل للناس أنه كلنا بنحب نقرأ شي بسيط شي بلغتنا أي مقال طويل إذا كان بالفصحة وكذا بشكل شفاف أنه نحنا ما بنقرأ فكنا قريبين من الناس بهذا الموضوع رصدنا بداية كورونا حكينا عنه قبل ما يوصل لسوريا بزمان أول ما صار هو محيط بالدول المحيطة فينا نزلنا كتاب عن كورونا كان هو أول كتاب طبي سوري بيحوي على مئات الأسئلة والأجوبة تبع مئات الأسئلة الناس اللي هي وإنه شو هو كورونا هو فيروس ويجرسونه كيف يتعالج من وين إجا كيف ممكن يروح بيعمل إلى آخره من هدول الأسئلة كان أول كتاب طبي السوري الحمد لله نزل عليه حوالي نصف مليون تحميل ونصف مليون تحميل للكتاب هو بيعني لنا نصف مليون عائلة وسط المعلومة الموثوقة الصحيحة طبعا كان الكتاب يحوي على الأسئلة بالعربي مع الأجوب بالعربي مع المصدر المأخوذ منه السؤال والجواب لأن نحن يعني ما عمنا قدرة نبت بصحة شي معمول بدراسات كبيرة بأماكن تانية كان شغلة الكتاب أول شي بعدين مع بداية الحجر نحن أطلقنا مركز دي الخطوط الساخنة كمان للكورونا هو كان أول مركز بسوريا حتى أطلقنا قبل وزارة الصحة بصراحة هدفكم أطباء من أجل الجميع خلينا نحكي كمان عن هدفكم أطباء من أجل الجميع هو اسم المؤسسة اللي عم نرخصها هلأ تمام يعني حلو كتير دكتور يعني دائماً نحن متعودين على هدئ المبادرات ولكن يمكن حكيت نقطة مهمة إنو نزلت وحضرتكن كتاب طبي بحوية معلومات طبية قبل لسه ما العالة ما ينتشر لسه عنا الفيروس ولقاء رواج إن شاء الله يا رب هيك نتمنى لكم التوفيق بباقي أموركم بدي أرجع لعندك رحاف حابة تضيفي شيء حابة تقولي شيء قبل الختام بصراحة إذا بدي أتشكر حدا بدي أتشكر جهد الفريق الكبير بهاي الفترة وسابقان يعني ما عم يوفروا جهد هنين ناس عم يعطوا بحب كبير محبتهم هنين ومحبة الناس إلنا وسرقتهم فينا هي اللي عم تخلي الفريق يكبر كل يوم بدي أتشكر كمان كل الناس اللي عم تكون واثقة فينا واثقة بالمعلومة اللي عم تنزلها حتى السؤال عم تطرحوا علينا وقت عم نجاوبوا وعنت عم تفوت هاي المعلومة على البيت هو شيء كتير بيسدنا بدي أتشكر حضرتكونا هاي الاستضافة اللي افتاحة لعمكم أهلا وسهلا فيكن أكيد يعني نورتوا صباحنا لليوم وأكيد بدي أرجع لك بالختام لم يم تحب توجه تحية لم يم تحب كمان توجه كلمات لشبابنا السوري اللي عن جد نحن عم نشوف حالنا فيه للمتطوعين اللي من قلبهم عم يجوا لو عالكوارس بتلاقيهم يعني أول الموجودين شبابنا السوري شوف تحب توجه لهم هلا شبابنا السوري هو شباب مظلوم بصراحة عم يعاني دون أن يتلقى أي مكافأة يعني هو عم يقدم دائما جهده عم يقدم شيء أكبر من جهده عم يقدم أحلامه بهذا البلد عم يضحي بأحلامه فيه سبيل كل شي بيخدم حدا غيره إذا بيعرفه أو لا فأنا بشكر المجتمع كاملا بشتكر المجتمع كاملا على صبره وصموده بهي الأوضاع اللي صارت ما أتوقع إنه حدا بالكون ممكن يتحملها المجتمع كاملا وبشكر كل حدا يعني عم يوثق فينا كفريل أنا أنا منواج بي أحكي على الفريل بشكر كل الناس اللي بتصق فينا بشكر الناس اللي بتحبنا يلي بتسعد ساعدنا دائما لنعمل شغلات جديدة ونطور بطريقة خدمة المجتمع وبالنهاية أكيد أنا بشكر الفريل اللي هو من ثلاث سنين اللي حد اليوم عم يشتغل بدون أي مقابل بدون كلال أو بدون ملال مستعد يسمع توجيهات وأوامر أحيانا بتكون صارمة هو منو مضطر يسمعها عم يسمعها لأنه هو بيحب الشي اللي عم يعمله وشكرا لكم أكيد نحن بدون أيضا كأعلام واجبنا نضوي وأيضا من ضمن صوتنا لصوتكم وبدنا نقول إنه نحن قلبا وقالبا مع هذول الشباب حاسين فيهم لأنه نحن مننا يعني مننا وفينا هنين بالنهاية وأنتو كأطباء مشكورين مشكورين على كافة الأصعادة مو بس بوقت الحرائق وأيضا بالأيام السابقة نحن منتمنى أيضا نشوف مبادرات تانية بظروف جميلة تكون توعية أكتر من خلينا نقول كوارث شكرا كتير لألكم أكيد شكرا كتير لأوجودكم معنا منتمنى لكم كل التوفيق والنجاح أكتر وإن شاء الله هيك نحن منكبر فيكم أكتر وأكتر شكرا لألكم لشهدكم الكبيرة شكرا